نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أم فانتكات مشاهدين أهلا بكم بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة سيد تولام وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام الاشتراكية وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحار تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق لفخامة سيد تولام في مهامه السامية ومما جاء في برقية جلالة الملك كما أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم عظمي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز أواصل الصداقة الوثيقة التي تجمع بين المغرب والفيتنام والارتقاء بتعاون ناثناء الواعد إلى مستوى أكثر متانة وقوة جددت جمهورية زنبيا تأكيد اليوم الجمعة بالرباط على دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على كامل أراضيه بما فيها الصحراء المغربية مبرزة وجهت المخطط المغرب للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي وقد تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقبة أو صدر في أعقاب محادثات وزيري شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووزيري العدل الزامبي وزير الشؤون الخارجية والتعاوني الدول بالنيابة مولابو هاينبي وجدد سيد هاينبي في هذا البيان المشترك التأكيد على الدعم التام لبلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية مشددا على وجهته باعتباره الحل الأوحد الموثوق والجاد والواقعي كما أشاد المسؤول الزامبي بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية أكد سفير أستراليا بالمغرب مايكل كاتس بيريبات المغرب وبلاده قوتان عالميتان ساعدتان في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بقي التفاصيل مع شيماء بك المغرب وأستراليا قوتان ساعدتان في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حسب سفير أستراليا بالمغرب السيد مايكل كاتس الدبلوماسي الأسترالي أبرز في كلمة له خلال حفل نضم بمناسبة العيد الوطني لأستراليا بالرباط أن البلدين تجمعهما علاقات متينة مذكرا في هذا الصدد بتعاون النشط بين المقاولات المغربية والأسترالية في إطار الأهداف الطموحة للانتقال الطاقي وإزالة الكربون وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي من جانبها أبرزت أن المناسبة شكلت فرصة لتجديد التأكيد على تميز العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية بين المغرب وأستراليا مسلطة بذلك الضوء على تميز الشراكة بين الرباط وكانبيرا والتي تواصل تطورها بنجاح حسب الوزيرة وأكذا على أهمية اندماج المغرب في أسواق طاقة العالمية وعرف هذا الحفل مشاركة أزيد من 300 ضيف من بينهم مسؤولون مغارب رفيع والمستوى وأعضاء بارزين في عالم الأعمال أستراليين ومغاربة وأفاعلين في المجتمع المدني فضلا عن دبلوماسيين معتمدين بالرباط في خبر آخر دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد ريد الشامي بسالة إلى سياسة عمومية مندمجة وتحصين الإطار التشريعي والمؤسسات لحماية وإدماج كبار السن عودة مع شيماء بك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد ريد الشامي يدعو إلى سياسة عمومية مندمجة وتحصين الإطار التشريعي والمؤسسات لحماية وإدماج كبار السن السيد الشامي وفي كلمة له خلال ندوة نظمة بسالة حول الاقتصاد الفضي أكد على أهمية اغتنام العائد الديمغرافي للمغرب قبل انتهائه المرتقب خلال الفترة ما بين الفين وثلاثة وثلاثين و الفين واربعة وثلاثين وذلك بهدف تسريع النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية الوطنية كما دعا رئيس المجلس إلى تعميم نظام التقاعد بحلول سنة الفين وخمسة وعشرين مع تقديم مساعدة مالية لكبار السن المفتقرين لدخل قار وخلال هذا اللقاء صلت السيد الشامي الضوء أيضا على تحديات متعلقة بالحصول على الرعاية الصحية مقترحا حلولا من قبيل الاستشارة الطبية عن بعد وكذا تحسين البنيات التحتية الملائمة للنقل الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عادل غمارت من جانبه أشار إلى أن الاقتصاد الفضي يهدف إلى إدماج كبار السن في النمو الاقتصادي من خلال عدم اعتبارهم عبئا بل فرصة حقيقية مشددا في هذا الصدد على أهمية التضامن بين الأجيال لتعزيز رواوط الأسرية وتشجيع تبدل المعارف والخبرات أعلن برباط عن تتويجي التلميذ يوسف الزهري من ثانوية الإمام الغزال التأهيلية بالمديرية الأقليمية للقنيطرة بطلا لمسابقة تحدي القراءة العربي على المستوى الوطني في نسختها الثامنة التلميذ يوسف الزهري يتوج بطلا لمسابقة تحدي القراءة العربي على المستوى الوطني في نسختها الثامنة حفل التتويج ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة شكيب بن موسى وحضره على الخصوص في ردولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب العصر سعيد أحمد ظاهري بعد جهد كبير بعد إصرار بعد استمرارية استطعت أن أفوز باللقب وإن شاء الله سأحاول جمع كل الطاقات لأمة إلى بلدي الحبيب المغرب في الإقصائية الدولية بدو بي خارة تمثيل من خلال هذه المباراة والدعم لها هذا دخل في واحد مختط لهو مختط للوزارة للتركيز على القراءة لأننا نعتبر القراءة كوسيلة لكي تلمد طور وحد العدد المهارات التي هي مشغي معرفية ولكن أيضا تكميلية لما يجري داخل الأقسام التلميذ يوسف الزهري ابن ثانوية الإمام الغزا لتأهيلية بالمديرية الإقليمية للقنيطرة التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط صلى القنيطرة بعد ظفره بلقب بطل تحدي القراءة العربي على المستوى الوطني سيمثل يوسف الزهري المملكة في التصفية النهائية للمسابقة التي ستقام بدبي شهر أكتوبر المقبل ما شاء الله هذه السنة المشاركة متميزة جدا أكثر عن 800 ألف طالب وطالبة شاركوا من المملكة المغربية الشقيقة تعاون وثيق ومثمر بين مؤسسة المبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحدي القراءة العربي مشروع يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في المنطقة العربية إلى فاس حيث قدمت مجموعة من التلميذات والتلاميذ في لقاء جهوي نظم بمبادرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس أنشطة فنية وثقافية متنوعة تصاهم في تعزيز وترسيخ قيم التسامح والموطنة ومحاربة السلوكات المشينة بالوسط المدرسي تقرير لهشام فرحان هم مجموعة من التلميذ ينتمون للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس قدموا خلال هذا اللقاء الجهوي عروضا فنية الهدف منها ترسيخ قيم التسامح والمواطنة ونبذ العنف بالوسط المدرسي ويعد هذا اللقاء الجهوي الثالث بعد نسختين سابقتين وهو يرم تقاسم تجارب وأنشطة المؤسسات التعليمية المنخرطة في برنامج دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي الذي جرى تنفيده في إطار شراكة تجمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والرابط المحمدية للعلماء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة النرويج بالمغرب هذا البرنامج يهدف إلى إعطاء دينامية للحياة المدرسية وخاصة الأندية التربوية من خلال تزويدها بمجموعة من وسائل والطرق البيداغوجية لتنشيط الحياة المدرسية عبر تكوينات عبر عدد بيداغوجية وناقش هذا اللقاء الجهوي وأيضا التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول العنف في الوسط المدرسي بالإضافة إلى مخاطر استعمال التكنولوجيا الحديثة والدعم النفسي للتلاميذ وطنيا دائما نظمت اللجنة الجهوية لحقوقها لإنسان بجهة الدرعة في لالت بمقر محكمة الاستيناف بورززات ورشة تكوينية حول فعلية الحق ودور السلطات المكلفة بإنفاذ القانون وذلك لفائدة عناصر الدرك الملك والشرطة القضائية بورززات تقرير لرغدة قابل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة في لالت نظمت بمقر محكمة الاستيناف بورززات ورشة تكوينية حول فعلية الحق ودور السلطات المكلفة بإنفاذ القانون وذلك لفائدة عناصر الدرك الملك والشرطة القضائية بورززات هذه الورشة التي يحضرها المكلفين بإنفاذ القانون من سواء أمنيين ودركيين بالأقاليم الثلاث للدائرة القضائية لمحكمة الاستيناف وموضوعها يرم من أجل تعسيس قدرات الفاعلين الأساسيين وذلك من خلال مجمعة من العروض أهمها التعريف بالاتفاقية للمناهضة التعريب وجميع ضرب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة اللقاء فرصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الاكتساب المعرفة والممارسات المتعلقة بدور السلطات في مكافحة جريمة التعذيب والمسؤولية التأديبية للعناصر المكلفة بالأمن والأليات المعتمدة بمجب المعايير الدولية والقانون الوطني نظمت جمعية المنطقة الصناعية لعين سبع الحي المحمد أمس بدار البيضاء منتدى أزيان للأعمال 2024 وذلك بهدف التعزيز تنافسية المصنعين المغاربة وتسليط الضوء على الفرصية التجارية ضمن مختلف المنظومات الصناعية بالمغرب تقرر لهشام فرحان منتدى أزيان للأعمال في دورته الثالثة والمنعقد تحت شعار منظومة المقاولات الصناعية قطيرة للنمو ومحافز للتنفسية حاول خلاله الحاضرون استكشاف الآفاق الجديدة المستجيبة للتحديات الراهنة التي باتت تواجه المقاولات في سياق اقتصادي معقد المنتدى كان فرصة لتسهيل التعاون بين مختلف المقاولات والمؤسسات الصناعية ما سيمكن المصنعين من الإبقاء على التنفسية والتكيف بالتالي مع التغيرات السريعة التي أصبحت تميز السوق نموذج منظومة المقاولات الصناعية أصبح ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي والتكنولوجي بالمغرب ونجاح هذه المنظومة يعتمد على مقاربة تعاونية تشمل الحكومة والمقاولات والجامعات والمجتمع المدني المنتدى شهد التأكيد على أولوية السيادة ضمن السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة وهو ما من شأنه تعزيز الثقة في المنتوج المغربي المشهود له بالجودة هذا اللقاء مناسبة أننا نأكد على الإرادة للمغرب بقيادة جلالة الملك حفظ الله بالرفع من القيمة المضافة في الصناعة المغربية وتقوية النسيج الصناعي فهذا الإطار ستشير لأن الجهام ضمن اختصاصتها هي أن تشجع الاستثمار مختلف القطاعات وبالخصوص القطاع الصناعي وتأسست جمعية أزيان المنظمة لهذا المنتدى سنة 2016 لإعطاء دفعة جديدة للتنمية وتمثيل جميع الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة الصناعية عن سبع أقدم منطقة صناعية بالمغرب شكل موضوع تحسين مناخ الأعمال بجهة الشرق محور يوم دراسيا نظم أمس بوجدة وذلك بمشاركة مسؤولين وأفاعلنا في المجال لنتبه مدينة وجدة كانت على موعد مع هذا اليوم الدراسي الذي تناول خلاله الحاضرون تحسين مناخ الأعمال بجهة الشرق وذلك في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال واستكمالا أيضا للمناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة بالرباط سنة 2023 هاليوم الدراسي اللي انضمناه تنزيلا للإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لإستراتي الحكومة أعطنتها لقديرها السنة الماضية واللي جات باش موقع الجهة ونحضو خارقة الطريق لتحسين مناخ الأعمال وتوفير مناخ أفضل للاستثمار بالجهة اليوم الدراسي المنظم بمبادرة من ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والبنك الدولي تم خلاله إبراز أهمية تقوية التعاون والتنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين بغية تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بالجهة وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء هو مناسبة لاستحضر كل المجهودات للدارت على مستوى الجهة منذ الخطاب سيطنان لينسرو 2003 والتحولة الكبرى التي عرفتها الجهة وكذلك كان مناسبة للوقوف حول حجم الاستثمارات للدارت في الجهة دينا وكذلك لم يمكننا الاستثمارات باستقطاب عدد من المقاولات وقدر من المعامل نرى الكثير من الأمور التي تحسنون لأنه كما تعرفون بلا مناخ الأعمال لا يوجد الاستثمار الاستثمار والكابيتال يريد الاستقرار المتدخلون في هذا اليوم الدراسي توقفوا أيضا عند الإمكانات التي تزخر بها جهة الشرق التي أصبحت تبرز حاليا كبوابة طبيعية للأعمال نحو إفريقيا والعالم العربي وأوروبا دوليا أعلنت خدمة التواري الإسباني عن أربعة أشخاص على الأقل قحتفهم وصيب العشرات جراء نيار مبنى مطعم من طابقين على شاطئ بالما دي مايوركا أمس الخميس خدمة التواري أكدت أن سبعة إصابتهم خطيرة للغاية والتسع آخرون إصابتهم خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في بالما هذا وكشفت شرطة الإسبانية صباح الجمعة عن هوية الضحايا الأربعة الذين لقوا حطفهم في الحادث وهم سائحتان ألمانيتان ومرأة إسبانية ورجل سنغالي قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إنها تتوقع موسم أعاصير نشط للغاية وشددت على أن هناك حاجة إلى تحذيرات مبكرة لإنقاذ الأرواح المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت في مؤتمر صحفي في جناف إنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات والتطور المتوقع لظاهرة لانينا إلى تأجيج موسم أعاصير نشط للغاية هذا العام وتوقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلافة الجو مجموعة من 17 إلى 25 عاصفة مرتقبة يتوقع أن يتحول بعضها إلى أعاصير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن موسم الأعاصير في المحيط الأطلس الذي يستمر من يونيو إلى نوانبر سجل نشاطا أعلى من المتوسط لمدة ثماني سنوات متتالية نعود مشاهدين للخبر الوطن حيث جرب رشيدية افتتاح فعاليات الدورة 13 لمهرجان رشيدية سينمائي وذلك بمشاركة نخبة من الممثلين والمخرجين والسينمائيين والباحثين والأكاديميين لنتابع بمشاركة نخبة من الممثلين والمخرجين والسينمائيين افتتحت فعالية الدورة الثالث عشر لمهرجان رشيدية سينمائي دورة اخترى منظمها لاحتفاء بالتجارب الرائدة في السينما المغربية والإبداع المغربي بكل أشكاله هذه الدورة تعرف جمعة لأنشطة إلى جانب حفل الافتتاح منها تنظيم مسابقات وطنية في فيلم الروائي وفيلم وثائقي فيلم أو فئات المحترفين كذلك ومسابقة محلية فئات الهوات دورة هذه السنة المنظمة تحت شعار السينما للرقي بالوعي الفني ستعرف عرض أفلام طويلة لمبدعيها من المخرجين والتي حققت شهرة على المستوى الوطني مؤخرا أنا تواجد في هذه الدورة الثلاث عضو من أعضاء اللجنة التحكيم في الأفلام القصيرة هذا شعرف لي أني نكون وأول مرة كان نحضر في هذه المهراجة هذه فرصة أن الجمهور ديلمية الرشيدية يجي يشوف هذه الأفلام وكذلك احتحنا كممتلين أن تواصلوا مع هذه الناس وتميز حفل افتتاح هذا الحدث بتكريم للمخرج هشام العسري تقديرا لمسيرته الفنية الكبيرة كما سيتضمن برنامج هذه السنة ورشاة عمل تكوينية ولقاءات مفتوحة مع ضيوف مهرجان رياديا ضمن المنتخب المغربي لكرة القدم لمبتورية الأطراف بطاقة مشاركته في كاس العالم المقبلة لهذه الفئة المقررة سنة 2026 بعد تأهله لنصف نهاية كاس أفريقيا للأمم كان التي تحتضنها القاهرة إلى غاية 27 من مايا الجاري وبلغ المنتخب الوطني المربع الأخير من هذه المنافسة القارية بعد فوزه على البلد المضيف مصر بنتيجة 4 ل 2 في الوقت الإضافي وتعادل في الوقت القانوني بـ 2 لـ 2 ولضمان مكان أو مكان له في المباراة النهائية سيواجه المنتخب المغربي منتخب نيجيريا الذي تفوق هو الآخر على ليبيريا بهدفين لواحد ويشار إلى أن المنتخب الوطني المغريبي احتل المركز الخامس خلال كأس العالم الأخيرة على التحتضنة إسطنبول من الثلاثين من شتنبر إلى التاسع من أكتوبر 2022 بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة في عمانيلا